تتعالى الاصوات الغاضبة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية المطالبة بالراتب تزداد زخما يوما بعد اخر الاصوات تنوعت بين اسبابها بين المطالبة بالراتب ووقف جرائم الانتهاكات التي تطال المعلمين المضربين منذ ثلاثة اسابيع اضافة الى الرفض والتنديد المجتمعي لاعمال الجباية والنهب الحوثية غير القانونية وتزامنا مع ذلك اطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت وسم الحوثي يسرق الراتب تصدر الهاشتاغ الخاص باليمن ليصبح الترند الاول كون الراتب القضية الاهم للشعب باكمله في ظل السمرار انقطاعه منذ سبع سنوات ودع الناشطون الى الوقوف مع الاصوات الحرة في الخروج بوجه الميليشيات الارهابية الناشطون في الحملة كشفوا حجم الاموال التي تنهبها اسابة الحوثي من موارد الدولة ومنها رواتب الموظفين بالاضافة الى الجبايات والضرائب وعوائد المشتقات النفطية والغاز وغيرها من الاموال في الوقت التي تحرم الموظفين من رواتبهم واكدوا ان اصابة الحوثي تمتنع عن صرف المرتبات رغم الايرادات الضخمة التي تنهبها من اليمنيين وتصرفها على مشاريعها الطائفية التي تستهدف شقة وحدة المجتمع اليمني واشاروا الى ان اصابة الحوثي تنهب مئات المليارات من الدولارات سنويا دون ان تقدم اي من الخدمات للمواطنين بما فيها صرف الرواتب وغيرها من الخدمات الاساسية في المجالات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه وغيرها الراتب هو الحياة شعار بدأ اليمنيون من موظفية دولة المدنيين والعسكريين رفعه في وجه الميليشيا الحوثية بصورة علانية بعد ان اصبح الجوع سيد الموقف منذ سبع سنوات وانتهج الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء سياسة طرد الموظفين وقطع الراتب عن معارضيهم واستبدالهم بعناصرهم مما ادخل اكثر من مليون موظف حكومي في دائرة الحاجة والجوع موسيقى